صاروخ أورشنك الروسي الجديد يرفع وطيرة الصراع بين كيف وموسكو يمتاز بقدرة فائقة على حمل رؤوس النووية متعددة وسرعة تفوق 12 ألف كيلومتر في الساعة عوضاً عن ذلك يهاجم الأهداف بسرعة تتراوح بين كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات في الثانية قوة النارية يصعب اعتراضها إن لم يكن مستحيلاً بحسب الخبراء الغربيين لكن مواصفات الصاروخ الجديد يختلف عليها الروس والأوكرانيون روسيا تصفه بأنه متوسط المدى وفرط صوتي أما أوكرانيا فتصفه عابراً للقرات وتعتبر دخوله في الحرب تصعيداً غير مسبوق روسيا لم تخفي نيتها في استخدامه لاستهداف دول حليفة لأوكرانيا ما يفتح الصراع على احتمالات أشد تعقيداً وأوسع نطاقاً ترجمة نانسي قنقر